إذن ما تزال ظاهرة القرصنة مستمرة في ظل غياب سياسة ردعية واضحة المعالم تحد من الظاهرة فلماذا يلجأ البعض لشاء الأقراص المقرصنة على الأصلية؟ سأرحم حملات سرطة الضوء أكثر على الموضوع في عالم القرصنة لا شيء مستحيل عند من يستهون سرقة الإبداع البشري بكل مجالاته قرصنة ألعاب، قرصنة أغاني وأفلام فلماذا يفضل البعض شراء الأقراص المقرصنة على الأصلية التي أصبحت مؤخرا مجرد ديكورات لتزيين بعض المحلات وهذين لا يبيعون تعبارش وكسروا ناقع والناس الأبطيبار يحبون أن يشاريه بخمسة ألاف وعنده فيها بثبت أغاني وعنده أن يشاريهم عند الآخر وليلا يذهب إلى الدارة لشارجه ويعمرون كما يحب إذا كان بعضهم قد انساق وراء الثمن الزهيد الذي تمنحه إياه القرصنة فإن البعض الآخر يدرك أذرارها اقتداءا بتجارب بعض الدول الأوروبية التي تمكنت من التحكم في هذه الظاهرات السلبية أولا البيراتاج نحن لا نجرأ على القانون في ألمانيا لأن القانون صارم وقهر قهري ويمسك في جيبك قبل كل شيء يعني راح تجيك غرامة مالية ما تتصورهاش ممكن ندرك حتى ألف أورو ألف أورو هي عشر مليون دينار جزائري والنقطة الثانية اللي تحفزنا ما تخلنين لاش نديروا البيراتاج هي البلدية تقدم لكيد العون في كل وقت ما ترنا فيه المخرج اليوم في الكين ويجيبهونك في البلدية بلاش بواحد أورو يعني دينار رمزي ظاهرة القرصنة في رخلتها ما تزال مستمرة رغم وجود ما يسمى بحقوق الملكية الممثلة بالدوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي لم يتمكن لحد الساعة من إيجاد سياسة ودعية ضد القرصنة